موسيقى 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 كلية العلوم في جامعة النهرين تأسست الكلية في عام 1988 لتضم اختصاصات علمية مختلفة لتكون قاعدة علمية متميزة للعلوم الأساسية من خلال خطط وبرامج دراسية متميزة تفي بمتطلبات المعايير الأكاديمية العالمية لتمنح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة تأسست كلية العلوم عام 1988 متألفة من ثلاثة اقسام علمية هي علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الحاسوب ثم تلاها قسم علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب في عام 1991 وبعدها انشئ قسم التقاني الأحيائية في عام 1996 وقد تحول هذا القسم الأخير إلى كلية تطبيقات التقاني الأحيائية في عام 2012 والكلية في الوقت الحاضر تسعى إلى بناء أو إنشاء قسم علمي جديد يعني أو يعنى بجوانب فنية مهمة للبلد وهو النفط وتسعى الكلية إلى إنشاء قسم يعني بهذا الجانب وخاصة في علوم النفط والغاز كون النفط والغاز يعتبر من أعمدة الاقتصاد العراقي وبحاجة إلى كوادر علمية متخصصة لغرض العناية بهذا المنتوج ما بعد إنتاجه من الآبار النفطية وتحويله للصناعات الكيميائية المختلفة مميزات كلية العلوم أنه تمتلك كوادر تدريسية رائع جدا تمتلك خبرة طويلة في مجال التخصصات التي تعتمدها أيضا تعتمد نوعية الطلبة ما زالت أنه المميز الرئيسي من الجامعات العراقية الأخرى أنه طلابنا ذات نوعية وقبول معدلات ذات نوعية عالية بحدود التسعين درجة مئوية الحقيقة كلية علوم لها إنجازات كثيرة على مستوى الأكاديمي وتخريج الطلبة وعلى المستوى البحثي عندنا طلبة تخرجة منذ تأسيس الجامعة منذ عام 1988 بحدود تسعينين طالب في الدراسات العليا وأكثر من عشرين ألف طالب في الدراسات الأولية أيضا الأبحاث التي هي مناطة بطلبة الدراسات العليا كانت أبحاث قيمة وعليها طلب في سوق العمل وتميزت الكلية منذ تأسيسها بتفعيل عدد كبير من النشاطات العلمية مما جعلها أن تكون في مصاف الكليات العالمية المتقدمة من النشاطات الكلية المهمة هي إقامة المعارض العلمية وإقامة المؤتمرات العلمية والمؤتمرات العلمية المهمة لإقامة بها الكلية ولأول مرة هو مؤتمر الطاقات المستدامة الأول واللي أقيم في عام 2014 وكذلك المؤتمر الأول للمشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا وإذن قيمة في عام 2014 ويسعى القائمون على رئاسة جامعة النهرين عموما وكلية العلوم خصوصا إلى خلقي ومؤكبة الحداثة سوى بدول العالم المتقدمة في حقل العلوم مساهمة في إرساء مفاهيم ورؤى ومستجدات آخر ما توصل إليه العلم وطرائق التدريس لدينا علاقات دولية مع منظمات مثل منظمة CRDF خاصة في مجال السلام المهنية ويعتبر الدرس السلام المهنية من الدروس المهمة لدى كليتنا وخاصة في قسم الكيمياء يعطى هذا الدرس للعناية بسلامة الطلبة أثناء التراسة وبعد التخرج رئاسة الجامعة تعمل بشكل دوب مع وزارة التعييم العالي باستضافة جامعات عالمية مثل جامعة الألمانية أو جامعات أخرى من خلال الزيارات العلمية للتدريسين للدول مثل أمريكا، ألمانيا، أستراليا وأيضا هناك زيارات علمية لقضايا مشاريع بحثية لطلبة الدراسات العلية الماجستير والدكتوراه وهذا مصاحب مع التوأمة بين الجامعات العالمية والجامعتنا، يعني كلية العلوم هذا فد دعم لأنه كلية العلوم في جامعة النهرين تمتلك الاعتمادية تمتلك المواصفات العلمية مع مواكبة الجامعات العالمية نشوف العالم أين وصل من خلال البحوث أيضا كلية العلوم تمتلك مجلة معروفة وعالمية الإنجازات العلمية نشر الأبحاث في المجلات الرصينة مثل IEEE وسبرينغر وحصولهم على براءات اختراع ولما نتحدث عن جائزة النهرين وهي مسابقة طبعا مسابقة علمية نشوف أنه نرى أنه كلية علوم قد حصدت الكثير من الجواز في هذه المسابقة وهذا ينوم على أنه كلية علوم ذات إنجازات ترجمة نانسي قنقر 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 ولكلية العلوم أدت أقسام منها أولا قسم علوم الكيمياء وهو أحد الأقسام الأكاديمية الرئيسية في الكلية والذي يهدف إلى تأهيل العديد من الطلبة المختصين في العلوم الكيميائية بعد إكمال 144 وحدة دراسية حسب الخطة العامة للجامعة أنشئ قسم الكيمياء كأحد الأقسام الأكاديمية في كلية العلوم جامعة النهرين مع تأسيس جامعة النهرين في عام 1987 يضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين من حملت شهادة الدكتورة والماجستير كذلك فضلا عن موظفين وفنيين وإداريين يطبح القسم إلى تخريج طلبة متميزين علميا في مجال كيمياء بكافة فروعها لتصوم الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والحياتية والعضوية واللاعضوية فضلا عن الفروع الأخرى من الكيمياء الإشاعية والصناعية والبيئة والسلامة المهنية والتلوث البيئي وغير ذلك نحن كطلاب علوم كيمياء ندرس اختصاصات الكيمياء كلها وبالأضافة لبعض المواد الثانوية مثل الكيمياء العضوية والكيمياء اللاعضوية والكيمياء التحليلية والكيمياء البيولوجية أو الكيمياء الفيزيائية وبالأضافة لبعض المواد التي تفيدنا بدراسة الكيمياء مثل الرياضيات والفيزياء والحاسوب طبيعة دراستنا ندرس بالقسم الكيمياء ندرس الاختصاصات الرئيسية هي organic, inorganic, analytical, physical and biochemistry هذا القسم درسة الاختصاصات وبها مختبرة جانب نظر وجانب عملي نحن درسنا اثنين وقد رفد قسم علوم الكيمياء التنمية المجتمعية البشرية بتعددية الحاجات أبرى خريجيه ليسهموا في العمل في تخصصاتهم بالأداء الوظيفي الحكومي والقطاع الخاص بصفة كيميائيين ومحللين ومشرفي العمليات الكيميائية وكذلك كباحثين في المراكز البحثية وقد اهتمت الكلية بشكل كبير بالجانبين النظري والعملية من مختبرات وتطوير مناهج وغيرها من الجوانب التطويرية المهنية الأكاديمية في هذه السنة إن شاء الله نفتتح المختبر أول مختبر تخصصي للأجهزة العلمية الحديثة المتقدمة تم تجهيزة حديثا ضمن تقريبا عشر أجهزة حديثة وتقطورت جدا التطور الأكاديمي مستمر دائما تحديث المناهج مستمر من ضمن اللي جان الموجودة بالقسمية لجنة تحديث المناهج دائما عندنا مجال في تحديث المناهج تقريبا عشرة بالمئة لأخمستعاش بالمئة مستمر القسم في تحديثها مستمر في دراسات الحديثة كمواضيع اختيارية للطلبة مثلا الآن بدنا في تطوير دراسة النانو التكنولوجيا كأحد العلم الحديث اللي تم تدريسه الآن في القسم الكيميائي طبعا نعتمد على كل مادة النظريين نأخذها عندنا مواد عملية من أخذوا إياها وكل شيء سهل لنا لأن هناك بعض المواد إلا إذا إحنا نسوي على تجارب أو نشتغلها لما نفتهمها وكل شيء ساعدنا جانب العمل يساعد على فهم الجانب النظريين طبعا جانب النظري جد ما كان يكون به صعوبة هاي صعوبة نواجهة من درسة لا نفهم جد ما كان الأجهزة أو المواد أو التفاعلات بصفة نعلوم كيميا بينما من نشتغلها بطريقة عملية نفهمها أكثر وتتوضح لنا بطريقة سهلة ومثل ما تعرف العملي يدخل أسرع لأنه أنتدت تفهم أسرع يعني رأسا الفكرة تتوضح لك بطريقة مبسطة أكثر مما هي بالنظري طبعا كل المواد اللي ذكرتها بالتخصصات الكيميائية إحنا نأخذها بطريقة عملية وأكو يعني جد ما كانت المختبرات تلبي حاجاتنا بس بعد أكو أكو شي نقص أنه إحنا كطلاب نشوف أكو من نشوف الدول المتطورة لا إحنا بعد يحتاجون أنه هاي تطور على مدنة صالة لهم قسم الفيزياء تأسس قسم الفيزياء في عام 1988 تحت إشراف كادر متميز من ذوي الاختصاص من الفيزيائيين ممن يسعون إلى مواكبة وترسيخ مفاهيم وأسس المنفيزياء أبرى التطبيقات الألمية والعملية مع تطبيقاتها الصناعية والأكاديمية الناتجة عن البحوث الأساسية في هذا العلم قسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة النهرين هو من أوائل الأقسام التي تكون في هذه الكلية في عام 1987 من القرن المصرم ويضم بين أفراده العديد من الشخصيات التدريسية المؤهلة والتي تحمل صفات تدريسية عالية وبإخصاصات علمية منها نظرية وأخرى وأخرى تطبيقية قسم الفيزياء بمواد الإلكترون كهراء كوانتم الإلكترون بي نظري وعملي النظري إلى علاقة بالعملي يوحشي على ربط الدايودات الدائرات الترانزيستور شون عمل الدائرة شون تطلع الموجات البي إن والبي آوت لكذلك الكهرو همين بي جزء نظري أكثر شي يتحدث همين تحدث على الكهرباء على الأشياء لها علاقة بالفيزياء الكوانتم على الأشياء يعني طبيعية يعني كلاسيكية وغير كلاسيكية ويسعى قسم الفيزياء إلى تطوير قدرات الأجيال من دارسي هذا العلم عبر المناهج الأكاديمية والتطبيقات العملية من خلال قاءات الدرس وتطوير قدرات البحث العلمي لسد الحاجات الفعلية كركيزة أساسية للإسهام في تطوير وخدمة العراق عبر تخريج كفاءات متميزة في هذا الاختصاص أما المختبرات الموجودة في قسم الفيزياء فهي على الصعيدين الدراسات الأولية والدراسات العليا فقد طور قسم الفيزياء جميع مختبراته سواء على المستوى على مستوى دراسة الأولية أو على مستوى دراسة العليا بشكل بشكل لناظر الجامعات العالمية هو العملي كل شيء إعلاقة بالنظري يعني العملي وضح لك أنه نظري شون تقدر تشرحها يعني شون تقرأ شون دوائر شون تطلع على رسم الدوائر تميز الجانب العمل في جامعة النقر خاصة قسم الفيزياء بأنه يدور كفاءة عالية ومتميز جدا له أساتذة كفاءة جيدة جيدة جدا شون تطلع على رسم الدوائر 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 ومن بين أقسام كلية العلوم الأخرى هو قسمة علوم الحاسوبة والذي يسعى إلى تقديم برنامج متميزن يؤهل الطالب بعد تخرجه للانخراط في مجالات العمل المختلفة بما يتلام مع مواكبة التقدم التكنولوجي في علم الحاسوبة والمعلوماتية ويمنح القسمة درجة باكالوريوس في علوم الحاسوبة بعد تدريس الطالب مدة أربع سنوات من خلالها إعداده كتخصصي علمي في الحقل والبحث العلمي قسم علوم الحاسوب من الأقسام العلمية في كلية العلوم وهو من الأقسام المهمة تأسس عام 1988 وخرج عدد كبير من الطلبة على مستوى الجراسات الأولية حيث تخرج أكثر من 600 طالب وعلى مستوى الدراسات العلية أكثر من 150 طالب ومن ضمنهم ثمانية طلاب في مستوى الدكتورة القسم يهتم بمجالات عديدة أهمها تعريف بمستوى التكنولوجيا الحاسوب وتدريس أساليب البرمجة المختلفة لهذه الأجهزة ويهتم بإدخال أهم التطورات الحديثة أو الأشياء التي تستحدث في العالم لغرض إدخالها إلى مناهج القسم قام القسم في المراحل الأخيرة بتطوير مناهجه بالاستناد إلى مناهج عالمية حديثة حيث تابع تدريس الحاسبات في العديد من الجامعات العالمية وعلى ضوءها وضع المناهج الجديدة والتي بشهادة أكثر من جهة من ضمنها الجهة المركزية التي لدينا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه من المناهج المتطورة كذلك يسعى القسم إلى توفير أحدث الأجهزة اللي يعمل عليها الطلاب حيث إحنا مختبراتنا تأمن وجود حاسبة لكل طالب لذلك إحنا عدد الطلبة اللي نقبلهم سنوياً محدود مقارنتاً بالكليات الأخرى قسمنا وجامعتنا أنه يكون دامن الأفضل والأول بهذه الشغلات أنه يكون أوسع لا نتخصص بشيء يعني اللغات برمجية تخصصنا بالويب ديزاين أخذنا كل اللغات الموجودة بالويب ديزاين بي اتش بي جافا سيكريبت بالجافا أخذنا لغات عديدة أهم وتتلخص رسالة القسم في إعداد وتأهيل المتميزين في علوم الحاسوب والمعلوماتية وتأهيلهم لتلبية احتياجات خطة التنمية الوطنية وسوق العمل وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية وتقديم خدمات استشارية وتدريبية في مجالات الكلية التخصصية أمننا أنه كافة حاسيئباتنا ترتبط بشبكة بشرط أنه نوفر أولا صفوف الكترونية للطالبة شنو الصفة الكترونية؟ الصفة الكترونية يجعل التدريسي يتابع الطالب وهو يشتغل على حاسبته في المختبر بشرط يستطيع التدريسي أن يأثر على البرنامج الذي يعمل يستطيع أن يغيره أو ينبه الطالب على خطأ معين أو حتى يبدل له البرنامج أو يقدر يسحب البرنامج من عنده يصلح الهياء ويعيده بشرط الطالب وهو جالس على محطة وبدون أن يراجع التدريسي راح يشوف أنه برنامجه تقيم وتعدل بحسب الاحتياج من قسم المحاسبات الجانب النظري يتواكب بشكل ممتاز ويالجانب العملي وبالأخص أن الجهد الأكثر يكون على الجانب العملي وذلك أنها مختبراتنا الحمد لله وكل شخص إلى حاسبة خاصة به درسنا كل الجوانب المتعلقة بالحاسبة درسنا اللغات البرمجية ويكون هذا النظري شفنا أن تواصل كل شيء كبير بين الجانب النظري والجانب العملي يعني خلال المختبرات الموفرية لنا جامعتنا أشوف أنه يعني أنه كل شيء مرتاحين أنه كل شخص إلى حاسبته الخاصة اللي حتى أنه يقدر يدخل باسوارده هذا فحتى شغله يكون آمن وما أحد أنه يقدر يعني بس إلى خاص به قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب تأسس هذا القسم في عام 1990 وذلك بعد تأسيس كلية العلوم في جامعة النهرين بعامين فقط ويونى بتخريج كادر متخصص في علوم الرياضيات التطبيقية أهداف القسم تتمحور في عدة جوانب أولا تخريج طلاب يكون على مستوى كافي من الفهم والوعي لحل مشاكل عملية ورفض سوق العمل في الوزارات ودوار الدولة في القطاع العام والخاص بأشخاص قادرين على تحليل المشاكل وبالتالي محاكاتها باستخدام الحاسوب طبعا هذا من أهم الأهداف يعني مثل هيش مشاكل ما راح نقدر نتعامل وياها بمعزل عن جانب الرياضيات فمن أهم الأهداف هو تخريج كادر يكون قادر على مواكب السوق العمل لحل مشاكل اللي يتواجه بقية الدوار والشركات ومؤسسات الدولة اسمني يتميز بشي خاص أنه بقية الجامعات هم بس علوم الرياضيات بينما نحن علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب ندرس بعض مواضيع البرامج اللي متعلقة بتطبيقات الحاسوب ويتم استقطاب خريجي القسم من قبل العديد من الدوار ومؤسسات الدولة ليشغلوا شتى مجالات العمل لتشمل حتى الطب والهندسة والعلوم التطبيقية وغيرها من العلوم حيث أثبت خريج القسم كفاة عالية بما أنيض إليهم من مؤسسات مسؤوليات ومهام في حل المشاكل الواقعية طبعا قسمنا قسم الرياضيات كان حريص ولا زال على مواكبة المسجدات العلوم ومحافظات العلوم في الرياضيات وتطبيقاته طبعا دائما كان عندنا تحديث إلى المناهج كل ستين أو تس سنوات نحدث المناهج بالاعتماد على ومواكبة المناهج العالمية في شتى فروع الرياضيات سواء كانت معينة التطبيقية أو النظرية أو حتى الإحصائية منها السنوات الأخيرة من ضمن خطة تطوير القسم ومواكبة اللحافات العلوم في الرياضيات فروع الرياضيات تقريبا عندنا عشر أساتذة مبتعثين لدراسة الدكتوراه في شتى مجالات الرياضيات وفروعها المختلفة تطبيقية ونظرية وحتى في مجال الحاسوب يتميز قسمنا قسم الرياضيات التطبيقات الحاسوب يحتوي على أساتذة كفاءة عالية في إصام المواد للطلبة وكذلك بمواكبتهم للمناهج العالمي الحديث نحن دائما يحاولون الأساتذة والدكاترة التي يحدثون يجبون المصادر الجديدة ويدخلون مواد يدرسوها الماجستير ودراسات العليا ينزلونها للمراحل الأولية ومن بين أقسام الكلية أيضا قسم التقانة الإحيائية والذي تأسس في كلية العلوم لجامعة النهرين عام 1991 ومنشي على رؤى مستقبلية المية واستقراء لحاجة البلد المستقبلية من الملاكات العاملة في مجال علوم الحياة التطبيقية القسم يتضمن تخصصات مختلفة ومجالات عمل مختلفة في القسم بحدود عشرين مختبر للدراسات العليا والدراسات الأولية وطلبة الدراسات العليا يقومون بإنجاز بحوثهم في مختبراتنا قلة قليلة يتوجهون إلى مختبرات أخرى في وزارة الصحة أو في جانعات أخرى أو في وزارات أخرى يحتاجون إلى بعض الأجهزة التكميلية لتكملة مشاريع بحوثهم للدراسة الماجستير والدكتورة القسم مجهز بمعظم ومختلف الأجهزة العلمية الحديثة التي جهزت بها جانعة النهرين ومن بين التشكيلات الرئيسية لكلية العلومة هو المكتب الاستشاري العلمي والذي يقدم استشارته وخدماته في مساعدة دوائر الدولة والشركات ومؤسسات المجتمع وغيرها وأيضا شابة ضمان الجودة والأداء الجامعية والذي يعمل على تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية في كافة فعاليات الكلية من أجل تقديمه برامج أكاديمية عالية الجودة وعلى صعيد آخر هناك وحدة صناعة الأجهزة الزجاجية العلمية والتي تهدف إلى تصنيع منظومات كاملة لمشاريع البحث المتقدمة من قبل الطلبة وأخيرا وحدة النشاط الرياضي الفنية والتي تتولى تنظيم وتوجيه النشاطات الرياضية والفنية في الكلية لمختلف فعالياتها اللاصفية وضمن المعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر